هذا داني يسكن داني مع والديه وأخته وأخيه الأصغر سناً إنه يذهب إلى المدرسة ويحب لعب كرة القدم لا يجلس داني هادئاً لا يستطيع داني الجلوس هادئاً بشكل جيد إنه يتميل ويتحرك كثيراً وهو يريد دائماً عمل شيء آخر إنه يلاقي صعوبة في المدرسة وفي الإصغاء إلى المعلم وغالباً ما يشعر أن رأسه ممتلئ كثيراً ما ينس داني أشياء وكثيراً ما يضيع أغراضه إنه يفعل أشياء دون تفكير يقول المعلم أن داني لا ينتبه جيداً يجد والدي داني أنه كثير الحركة ومزعش يغضب والدي داني ومعلمه على داني كثيراً وهم يقولون أنه لا يبذل قصار جهده لكنه يحاول فعل كل شيء بشكل جيد يجد داني ذلك صعباً إنه يشعر بالحسن أيضاً لا أحد يفهمه يقول الجميع أنه لا يؤدي بشكل جيد ودرجاته منخفضة إلى طبيب العائلة يريد والدي داني مساعدته لكنهما لا يعلمان جيداً ما يمكنهما فعله يذهب داني ووالديه إلى طبيب العائلة ويشرحون المشكلة يصغي طبيب العائلة بشكل جيد إنه يقول أن داني يحتاج لمساعدة يمكن أن ينظم طبيب العائلة والبلدية مساعدة للأطفال يسمح للطفل دائماً باستحاب شخص إلى الموعد شخص يثق الطفل به يذهب داني إلى المعالج النفسية يرسل طبيب العائلة داني إلى المعالج النفسية يذهب داني مع والدته سوية إلى هناك تساعد المعالج النفسية الأطفال عن طريق التحدث معهم إذا لم ترد أو لم تستطع التحدث باللغة الهولندية يمكنك طلب مترجم شفهي يساعد المترجم عن طريق الترجمة يتعرف داني أولاً على المعالج النفسية ثم تجري المعالج النفسية فحصاً وهي تطرح أسئلة على داني ووالديه وكذلك على المدرسة وذلك لكي ترى ما هي المشاكل الموجودة لدى داني ثم ستساعد المعالج النفسية داني يسمع داني أنه مصاب بفرط الحركة وضعف التركيز تخبر المعالج النفسية داني أنه مصاب بفرط الحركة وضعف التركيز ما هو فرط الحركة وضعف التركيز؟ ليس كل من لديه فرط الحركة وضعف التركيز متشابه يجد الكثير من الأطفال المصابين بفرط الحركة وضعف التركيز الانتباه صعباً يجد بعض الأطفال صعوبة في عمل ما يقوله المعلم وكثيراً ما يشعرون أنهم غير هادئين وهم يجدون صعوبة في الجلوس هادئين يجري كل شيء بشكل خاطئ أحياناً يمكن أن يكون بعض الأطفال كثير الحركة أو كثير الكلام وكثيراً ما يجدون الانتظار صعباً يمكن أن يصاب الأطفال في جميع أنحاء العالم بفرط الحركة وضعف التركيز هناك أطفال مصابين بفرط الحركة وضعف التركيز في كل صف يصاب الأولاد أكثر من البنات بفرط الحركة وضعف التركيز لا يزول فرط الحركة وضعف التركيز تماما لكن يمكنك تعلم أن تتضايق من ذلك بشكل أقل تساعد الأدوية بعض الأطفال يحصل داني على مساعدة تساعد المعالج النفسية داني وهي تتحدث مع داني ووالديه وهم يفكرون سويا فيما يمكن أن يساعد داني لكي يبقى هادئا إنه يشعر الآن أنه أهدأ ويستطيع التركيز بشكل أفضل كما يمنح الوالدين والمدرسة نصائح لمساعدة داني يشعر داني بأنه أفضل إنه يقول في المدرسة أنه مصاب بفرط الحركة وضعف التركيز يفهم الأطفال الآخرين داني الآن أفضل يعلم داني ما يجب عليه فعله إذا أصبح كثير الحركة كما يساعده المعلم يجري التركيز بشكل أفضل إنه لا يشعر أنه حزين جدا بعد الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر